بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم. اما بعد. ان شاء الله في فيديو ده يا شباب هنبدأ نحل في تمارين الوحدة الاربعتاشر. هنبدأ بالكلمات والفيديو التاني البعد ده ان شاء الله مباشرة هيكون حل الجرامة. بداية كده اول جملة بيقول لي طبعا ديه الموجودة في صفحة في الكتاب صفحة اه ميتين تمانية واربعين. بقول لي المعنى الجملة بيقول لي ان والدية بيستخدموا المنزل ده كمنزل للاجازة. عشان كده هنستخدم وانت عارب اصلا ان الاس دي معناها كان ممكن نقول بقى جملة دي بمعنى اخر نقول يعني من اجل الاجازات. وكان ممكن نقول نستخدمه يعني في الاجازات. كل واحدة من التلات جملة دي انا قلتوهم مختلفين عن بعض. على شاء الله وانت عايز معلومات اكتر عن الوظيفة دي فانت يمكنك ان تتواصل مع الشركة. وانت عارف يتواصل معها ويتتصل بالشركة اسمها كونتاكت. طب على سريعا كده ايه الفرق بين الاربع كلمات دول? انت عارف ان معناها يتصل بشخص او بشركة. لو انت محتاج مساعدة. لو انت محتاج اي اجابة سؤال ده رقم واحد. طب انت عارف ان كلمة معناها يوصل. يوصل الجهازين ببعض مسلا. وفي مصطلح اسمه معناها متصل بشيء اخر مادي. لما قلو مسلا. او ده جهازين متوصلين ببعض. طيب في برضو وده معناها ان هو ليه علاقة بي او مرتبط بشيء اخر بشكل معنوي. على سبيل مثال ان اقول لك مسلا. يعني الموت ليه علاقة بالتلوس. التلوس بيخلل الناس تموت. وكزلك برضو. يعني امراض الرئة لها علاقة بالموت. في الجملة اه طبعا انت عارف يعني رابط او علاقة واكسس يعني وصول. اه ابن عمي ده انسان اجتماعي هو عنده يعني في دائرة حواليه دائرة من الاصدقاء. انت عارف ان كلمة يعني دائرة اه معناها دائرة بشكل هندسي يعني ومعناها دائرة من الافراد المحيطين بالشخص. عندك بقى لورانية دي معناها حلقة. الحلقات اللي في في مسلا حد لاسلسلة عبارة عن حلقات فنستخدم كلمة دي. وبردو كلمة معناها خاتم. طيب بعد كده نمبر فور. هو ايه اللي كان حلو في الاسبوع اول اسبوع ده وبعدين تغير اكيد التقصي اللي هو الوضع. طيب اما الايه لاربع حاجات دول دي لها الاحوال او الظروف. ولما نقول اللي هي الظروف الاجتماعية. اتماسفير رغلاف الجوي وكلايمة اللي هو المناخ. اه نمبر فايف. امي اه عملت لي ايه لان انا كبيت القهوة. يعني اكيد بتلومني لاني كبيت القهوة. انت عارف يكب او ياسكب اللي هي طب ايه الفرق بين بقى وبين بور. بور دي معناها يصب عن قصد. انت قاعد كده وقدامك ببراد في شاي فاقول لك ممكن لو سمحت تصبلي شوية شاي. طب وانت بتصبلي الشاي كبيته عالارض فكده نقول انت ذاتي. يبقى يكب غصبا عنه. خبط الكوباة كبها فنقول طيب هو مسك الكوباة وبيصب من كوباة الكوباة تانية في اسمها بور. قاصدا يعني. قضاء واستد اضاعها واهضر. نمبر سيكس. بريس زي اسكيب بطم. الاي اس سي دي اه اختصار لكلمة اسكيب. اضغط على مفتاح الخروج. لو انت عايز تذهب الى القائمة الرئيسية. وانت عارف ان كلمة قائمة دي لها معناين. فيه لست. قدامك لست. لست دي قائمة الاشياء اللي انت عايز تعملها. انت بص النهاردة ان عايز زاكر والعب واسمع التلفزيون فدي انت بتكتبهم في لست. طيب مينيو بقى. مينيو دي ليها معاني. رقم واحد القائمة اللي في المطعم. اسمها مينيو ما اقولش عليها لست. حتى انت لما ادخل المطعم بتقول للراجل اديني المينيو. طيب الحاجة التانية. ان كلمة مينيو برضو باستخدمها لما يكون في قائمة مهام. انت في الكمبيوتر بتاعك في اه بيزهر لك قائمة كده. فتح الملف واغلاق الملف ومعرفش ايه الحاجة القائمة دي اسمها مينيو. فمينيو لها معنى ايه? قائمة في مطعم ومعنى ها قائمة مهام في كمبيوتر مسلا. طيب نمبر سيفن. اه اه ضعية بيحاول في الرجيم او الضاية الغذائي النظام الغذائي السليم بيساعدك في بناء الدفاعات الطبيعية ضد الامراض. اللي هي طيب اه هو ايه الفرق من ونورمال والناس دي كلها كده. العليف ان كم دي معناها طبيعي من الطبيعة. لما تكون فيه ظاهرة حصلت فيه زلازل وكده فنقول مثلا كوير صبيعية. طيب ده حاجة طبيعية متوقعة. لما قول لك حد ضربته بالقلم فضربك بالقلم. فتقول ده طبعا. ده شيء متوقع انه هيعمل كده. طيب ولما يكون حد دخل جسمه جسم في جسمه حاجة سمى فالطبيعي ان الدم بيفرزها للخارج فده طيب قمال ايه دي معناها عادي. مش مختلف عن الناس التانية. فواحد بقول لك انا اشتريت حد في موبايل امبارح رهيب فانت تقول لها عادي يعني ده ارديناري عادي خالص مفيش مختلف يعني. وممكن نستخدم في مصطلح اسمه ارديناري بيبل اللي هما الناس العاديين اللي هما ناس الشارع الناس الطبيعيين. ولما نقول ارديناري هاوس يعني بيت طبيعي عادي زي وزي البيت التانية مش مختلف ولا حاجة يعني شيء مألوف. نومبر ايه. علشان يحولوا الصحراء الى اراضي خصبة ومنتجة. طيب انا عادي لك تاخد بالك بقى بالفرق من الاربع كلمات دول. كلمة البروديوس الاورانية دي معناها ينتج كذرب. ومعناها منتج زراعي كاسم. كناون يعني. يبقى كلمة البروديوس معناها ينتج ومعناها منتج زراعي. طيب ده اللي هو المنتج او السلعة. طيب اه قلنا خلاص كده. طيب ده الانتاج. طيب ولما نقولي ان في حد يعني راجل منتج. راجل بيعمل انتاج غزير. والمصنع اللي جنبنا ده لانه هو مصنع بيطلع انتاج غزير. طيب نبدأ بعد كده في اجابة الاسئلة الرئيسية بقى. اول بس هما ان المشروع هيكلف اربعة مليون جنيه. اكيد هما يعني يلحن يعني يحسب. اكيد هما حسب الحسبة كده وطلع ان المصنع ده هيكلفهم اربعة مليون جنيه. كلمة دي معناها شكل ورقم. ولما نقول يعني شخصية بارزة في المجتمع مثلا. السوداني بنطحنوا علشان آآ نطلع نستخرج منه الزيوت. طبعا هنقول اكستراكت اللي هي دي. طيب امال ايتيك يعني ياخذ قبره ويستلف ويعطي. اللي هو الاطارات السيارات كواتش العربيات يعني. والقاع اللي هو النعلي يعني بعض الاحزيه. مصنوعين من اكيد المطاط اللي هو الربر. طبعا الخبراء بيتوقعوا ان او يروا انه. الانترنت ده يمكن ان يكون وسيدة تعلم فعالة. يبقى وانت عارف انه القيم لكن يعني بلا قيمة. واحد ضيح حياته كلها من يعمل حاجة فتقول ان حياته كده كده زي بالزبط. يعني حاجة المفروض نتجنبها يعني او يمكن تجنبه يعني ثابت او محدد وعكسها فليكسابل فلما نقول فليكسد آآ يعني اسعار ثابتة. وانت عارف ان معناها يثبت او يركب. ولما قولك يعني رح يكشف على عينيك. يبقى يكشف على عينيه. طيب نمبر فايف. ايه اللي بنصنع منه الربر ده وانت مغمض عينك اختار ساب. ساب ده معناها العصار اللي بتطلع من الشجر. طيب وما لقى سب اللي شكلها دي. سب دي يعني يعني يحتسي. يشرك وبات شيء. يرتشف الشيء مسلا. الطفل اشترى ايه من الصمغة علشان يعمل بها منزل لعبة كده. يعني انبوبة صمغ. في نمبر سبن. هم غطوا اسطح المنازل بتاعهم بالصناديق الورق المقول اللي هو كارد بورد. طبعا انت عارف ليه في ديت نمبر سي ليه في يعني غذير الاوراق. لما نقول ليه في جاردن يعني حديقة غذيرة الاوراق. الفنان استخدم احدث اه الفنان استخدم اه اغلى الايه علشان يعدل من الرسمة اللي هو عملها اه تربنتين. طبعا تربنتين ده اللي هو المادة اللي هي عاملة زي ما احنا بقول كده في بلدنا السينر اللي بيستخدموه في عشان يخففو بيه الالوان. فهو يستخدم تربنتين. طب نمبر ناين. اه 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 انت عارف ان احنا علشان نعرف او نحدد الشجرة دي اه كانت في السنة دي في سنة معينة من السنويات فيها مطر او لم يفعاش مطر فانت بتعرف من الحلقات. لو كانت الحلقات دي واسعة يعني معنى كده اني كان في مطر كثيف. طب لو الحلقات ضيقة كل ما تضيق الحلقات اللي في الشجرة ده معناها ان الامطار كانت اقل وبالتالي يعني دي ساعة الحلقات. وعايز الفت انتباهك على حتة في موضوع دي ان احنا نعد الحلقات اه كالكوليت زي ايه عشان نحسب العمر. تاني كده يعيد الحلقات عشان نحسب العمر. في رقم عشر. اكيد ايه اثر الاحتباس الحراري على المناخ بتاعنا على مدار السن. اه number 11. at least 60 people were injured. على الاقل ستين شخص اصيبوا but we are still. لكن احنا ما زلنا للاسف counting. ما زلنا بنعد الوفيات. الناس بيحطوا ايه على الفرشة علشان ينضف اسنانهم اكيد اللي هو معجون الاسنان. تلاتاشر. السكينة دي ما بتقطعش كويس فاحنا محتاجين نحدها. نسن السكين اسمها طب هي لو طويلة وعايزين نقصرها يبقى يعني يخيف وشارب يعني حاد. وكلمة دي برضو بحاستخدمها لو انا عايز اقول لك بص دي يجي الساعة تلاتة بالزبط. فاقول لك واقول لك ان الحادثة حصلت ساعة ستة تماما. يبقى فكلمة دي يعني بالتحديد. طيب نمبر فورتين. اه طبعا هيشيل الرخصة لما يوصل عمر اه الطمنتاشر يعني اه طبعا مفروض وان هي مش وان شي هنا في الخطأ دي خطأ مطبعي. طب خمستاشر اللي هو الوقود الايه. كول بقى المفروض. كول والفحم والغاز والزيت كلها انواع من الفوس الفول والوقود الايه? الحفل. خمستاشر. لستاشر. الفكرة تحت الجملة دي ان او اللي انا عايزها في انتباهة ليه الاول قبل من حلم دي المفروض انها اسم جمع. بس احنا خدنا بعدها لان احنا بنعملها ككيان واحد. الامم المتحدة دولة واحدة او كيان واحد. العم المتحدة ديت في في الواقع تم تشكيلها. يبقى ممكن كنا استخدمنا كلمة تبدل. اه سبعتاشر. هما تنين من افضل اشكال التمارين فورمس. طب ما نفعش هنا نستخدم لأ هقول لك لا طبعا لان شيب شكلها هندسي. وكلمة سيمبل نمبر بي معناها عينة وفورميولاز اللي هو اشكال برضو. وديزاين استصمامات. هما حفروا ايه? هما حفروا ايه? اه تلاتين قدم اكيد حفروا حفرة او ثقب او كده في الارد اسمها هولي. في التسعتاشر بيقولي طب ليه عشان هي المكونات اللي جاية من الطبيعة? وعايز لتتندبها سيادتك لحاجة في الجملة دي. ان لو بعدها مفعول يبقى طول مستر. طب مفيش مفعول يبقى الفعل مضاف له يعني عايز اقول لك ان الجملة دي كده ببص عليها لو قال لك او باينج لو انت عايزها مثبتة. ولكن احذر ان ممكن المفعول يكون بدء بي في اول جملة. فممكن كان يقول لك يبقى انت قدامك ثلاث حاجات كده ممكن كلهم اصح. الاورانية زي ما همكتوبه قدامك. التانية او اه 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 التانية اه 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 ادفايست باينج من غير حاجة خالص. طيب نمبر تونتي. ده هيساعدك في انك تحمي نفسك او هيحميك من البرد. وبالتالي هناخد طب مستر وايه الفرق بين من من الاخر كده بنجيب بعدها الشخص اللي انت خايف عليه. انا خايف على عمر من الاسد. يبقى عمر ده لقم واحد. طيب بنجيب بعدها الضرر اللي انت خايف منه. الحاجة السلبية اللي انت خايف منها. انت خايف من الاسد على عمر. فنقول تاني كده تاني كده او طب انا عايز اعمل هنا في الجملة دي الاتنين. هتقول او طبعا تعرف ان يعني يجمع بتسوي كلمة وبالمناسبة في فيديو الفيديو الرقم عشرين في سلسلة انجلش بتس هو لسه منزلش لكن هينزل. اه انا عملته في الفعل. هيكون في الفرق بين ريز ورايز واروز والناس دي كلها لانهم عاملين حرب داخلية كده من الطلبة. يعني يوصل حاجتين ببعض الشيء مادي. هي اشارت للموضوع اكتر من مرة في كلامها. يعني هي اصدت حرجنا مسلا يعني يشير الا. طب يعني يزكر يعني يقيم او يعني يزكر قيمة الشيء. وبرفير يفضل. طب مستر طب ليه ما نقولش ينفع والله بس هتقولها كده. هتشيل تو. يبقى لازم معاها حرف كان ينفع ناخد بس لو هتقول من غير تو. اتنين وعشرين. اه المسحوق الغسيل ده سيزيل معظم البقعة وبالتالي. اللي هي نمبر اي. يزيل طب ينقل او يحرق. طب يحسن طب يثبت او يبرهن او يدلل على شيء. مدام هو اسبوع واحد يبقى ده وزر اللي هو نمبر دي. المناخ يعني حالة الجو والسنة مسلا اتموسفير غلف جوي وكونديشن قلناها حالة او ظرف. عمرنا بقى ما عادش هيبقى عندنا ثقة في الهواء الذي نتنفسه. اللي هو طب في سؤال. هو الفرق من الورانية دي معناها النفس او التنفس. او النفس نفسه. طيب اللي هي يتنفس. تاني كده في نطق اصلا نطقهم في اختلاف. الورانية لكن التاني طيب الجملة دي برضو عايزك تاخد بالك انه قال هنا اللي ما قالش confident علشان هو بقول لك يكون عندنا ثقة. طيب كان ممكن يقول we will no longer be confident. طيب خمسة وعشرين. اه بيقول لك اللاعبة تم اعطاؤهم تعليمات صارمة. توجيهات او تعليمات صارمة. ستة وعشرين اه انت عارف اللي هي مكونات البناء اللي احنا اطوب والاسمنت والقصة دي. سبعة وعشرين. we a whole and planted a tree. علشان نزر عشان جرف احنا بنعمل حفر. يعني عشان كده ضج. طيب بعد كده number twenty eight. بالمناسبة كلمة erected دي بتسوي established بتسوي built وبتسوي set up وبتسوي founded. بيزين ويصمم وبيل ضيابي طبعا. تمانية وعشرين. اه this desert road الطريقة ده is not a for a huge lori. الطريقة ده مش واسع بحيث ان هو ياخد لوري. يبقى not white. طيب number twenty nine. by not washing our precious time. by not wasting our precious time. كبيرت انا يا شباب ما عليش استحمله. by not wasting our precious time. عن طريقة ان احنا نحافظ على وقتنا الثمين وما نضيعوش. we can live we can all live productive life. حنعيش حيات انتاجية. حياة بيكون فيها انتاج اكتر. if the rope is too short. لو الحبل قصير جدا. you can two pieces together. ممكن تربط جزئين مع بعض. يربط حبلين في بعض اسمها tie. 31. a dirty a is breeding a group of germs. a dirty environment. البيئة القذرة. البيئة اللي هي مش نظيفة. دي بتساعد على تربية الجرسيم. 32. اه اه يعني معناها ان الخبراء بيقمنوا بان العشاب المفوض نزراحة في تربة في مكان دافئ. اه 32. 33. this uh unfortunately rain forests are being to replace them with the human activities. لسوء الحظ فان الغابات المطيرة بيتم تدميرها لكي نضع فيها اشخاص ان يعيشون هناك. it is important to use suntan. من الضروري ان احنا نستخدم كريمات الشمس يعني to protect our skin. ليه كي نحمي جلدنا. pollution is a problem. التلوث ده مشكلة ايه which needs the cooperation of the countries. الدول كلها تتواحد مع بعضيها يبدا مشكلة global او international. 36. scientists say that no new brain are produced after birth. اللي ما بيقولوا انه ما فيش خلايا في المخ بتولد او بتنتج بعد الانسان ما بيولد. 37. we should try to paper and plastic to help our environment. نحاول نعمل ايه في البلاستيك والورق عشان نحمل بيئة يببا نعيد تصنيع. 38 بقى بيقول لي. many people go to resorts on the beach to escape the summer. الناس بيروحوا لمنتجعات. كلمة resorts منتجعات ولو فعلا يبقى معناها يلجأ الى. الناس يسيروا من الناس يسيرون لمنتجعات في العشاط يعني كي يهربوا من حرارة الشمس. اللي في الصيف يبقى the sun's heat. طيب 39. engineering years. المهندسيين. use it a drilling machine giant drilling machine. يعني قال تحفر عملاقة. simple بسيط و small صغير و tiny دقيق جدا. بتسوي كلمة minute. اللي هي بالزبط. زي كلمة minute بس واحد والنطق مختلف. 40. in very hot weather. ice cream turns two. في التقس الحار جدا. ice cream بتحول الى سائل. اللي هي liquid. طيب. by tomorrow morning. على بكرة الصبح. we will have the entire flat with the new colors. هنكون عملنا ايه في الشقة الالوان الجديدة اكيد هنكون دهناها يبقى painted. the company manufactures high quality made of the best wood. الشركة دي بتصنع كلمة manufacture دي زي make بالزبط. manufacture تصنع highly qualified ايه? مصنوع من الخشب يبقى اكيد furniture. وانتعرف ان furniture دي الاثاث اللي هو التربيات والكراسي وهي اسم لا يعد. بس احذر لو قل لك furniture is لكن furniture companies are لانه بتكلم على شركات الاثاث. olive trees have did a so they live for a long time. اشجار الزيتون لها ايه عميقة علشان كده بتعيش فترة طويلة اكيد لها جزور عميقة في الارض. وكلمة roots يعني جزور ولما نقول put roots in يعني يضع جزورا في مكان يعني يعيش فترة في المكان ده وينجب فيه. وانت عارف ان leaves اوراق الشجر وليف يعني كفعل معناه يغادر. اللي هو جزع الشجرة اللي هي افرع بتاعت الشجرة وممكن نستخدمها بافرع البنوك يبقى اربعة واربعين. ايه المادة القوية اللي بتحمي الشجرة وبتغطيها كويس? اكيد دي الجزع القشرة الخارجية اللي اسمها ايه اللحاء اللي هي بارك. طيب بعد كده خمسة واربعين. ايه اللي بتحول لونه من الاخدر للون البرتقالي كده بيزبوا يعني اللي هو اكيد الاوراق اللي هي leaves. ما يتلخبطش بين leaves وبين leaves. leaves الاورانية دي معناها رغفان الخبز ومفردها leaf. ال اي اي اف. ستة واربعين بيقول لك زيتون البري ده نوع من انواع الاشجار اللي بتنتج اكيد ثمرة لا يأكلها البشر. فروت. في سبعة واربعين بيقول لك the adjective tight. tight يعني ضيق. دي بتسوي كلمة اكيد ضيق يبقى نروه. انه هي number c. طيب ملوكات واسع. لو كان عايز عكس كلمة tight كنا نقول واسع لها broad أو white. the verb insert. insert يعني يدخل. عكسها يخرج او يستخرج يبقى extract. تسعة واربعين. the word tiny. tiny يعني دقيق جدا عكسها البسيط جدا او الصغير جدا عكسه هو املاق. يعني ممكن نقول giant, massive, tremendous, vast. كلهم ينفعوا. طب ايه الكلمات اللي بتسوي tiny, very small او minute اللي هي m, i, n, u, t, e. minute. وهي نفس الكلمة اللي تنطق minute لو انت عايز تقول ديها. the adjective flexible. flexible d معناها marine. similar in meaning to marine d. بتسوي كلمة طف اللي هو عنيف او خشن. solid يعني صلب. soft يعني ناعم. وهي يعني عالي من بلا اربع كلمات دول نستخدم soft. واكد على فكرة يا شباب قلتها قبل كده مرة واتنين وتلاتة ونقول كم مرة معلش. مش معنى ان يقول لك ان كلمة كزا بتساوي كزا يبقى هما الاتنين يستخدموا زي بعض. وقلت لك برضو قبل كده ان كلمة معناها مسابقة او منافسة. وريس مسابقة وريس معناها سباق. ومش الاتنين دول بنستخدمهم بنفس المعنى ولكن بيختلفوا عن بعض في الاستخدامات. يعني هما الاتنين نفس المعنى بالعربي. لكن اللي استخدمات طبعا لا. طيب بعد كده. معلو خمسين. يعني يستخدموه كوقود. من المتوقع او من المعروف او المأمون يعني ان اه المؤمن به يعني ان قطع الاشجار يبقى تلاتة وخمسين. اه. الحمم البركانية لما تبرد يعني. وعلى فكرة لو ما كانش يجاب لك كنا هنقول اربعة وخمسين. اه. الاوراق بتساعد في امتصاص الضوء. يبتك ان. خمسة وخمسين. بيقول لك ان الموضوع بيستغرق ساعات علشان الخرسانة تتصلب. يعني معنى كده هنقول هاردن. هاردن اللي هي دي. نمبر سي. آآ ستة وخمسين. خد بالك في زيادة في المرور في العربيات فاحنا محتاجين نوسع. يبقى يوسع اسمها طب لو الطريقة تولع وسع خلاص عايزين نضيقه يبقى يبقى نارو وين. سعبها وخمسين. بقول لك. آآ التمرين دي اصلا هدفها انها تقوي عضلاتك. فعشان كده هنقول. اللي هي دي. طب دي كان امتى نستخدمها? كان ممكن يقول لك. طيب تمانية وخمسين. بقول لك. انك ما تغيرش زيت المحرك بشكل مستمر فده هيقصر من عمر المحرك. يبقى شورتين. او طب يسهل. آآ يبسط. اخد بالك من الموضوع ده في الترجمة هتحتاجه. تسعة وخمسين. انا محتاج اعمل ايه في في جيبة اختي لانها. انك تطولها اختك تلابسها الجيبة وبعدين اختك طولت فانت محتاج تطول الجيبة عشان كده هنقول اللي هي نمبر سي. طب اختك بتلبس الهدوم لقيتها ان الهدوم دي طويلة عليها فانت هتحتاج انك تعمل لها شورتين. يقصر. ستين زا كافر اوف زا بوك از ميد اوف غلاف الكتاب مصنوع من الكارد بورد الورقة المقوة. موست اف اوار ميوزيكل الادوات الموسيقية انسترومينتس نمبر بي. تو ميك اوار ايكونامي فلوريش عشان نخلي الاقتصاد يزدهر كده ويحلوه ودينا تحلوه معنا. او ايجبشن اي شود بي اوف هاي كوالتي. المفروض ايه اللي جوداته عالية المنتج المصري اللي هو اللي هي نمبر دي. طيب سؤال احنا ليه ما ناخدش بوردكشن? بص لما نقول ايجابش ان برودكشن اللي هي عملية الانتاج. طيب اللي هي المنتجات اللي هي السلع. ايه اللي بخلينا دولة من الدول المتقدمة? السلع اللي بنطلعها ولا المصانع اللي بنستخدمها? اكيد السلع عشان كده برودكشن. زيت الطبخ بيستخرج مني. يبقى ايكستراكتز. ممكن نحسب عمر الشجر عن طريق ان احنا نعد الحلقات. وانت فاهم ان الحلقات دي بتكون حلقات ورا بعضها كده ورا بعضها. زويدر زويدر يعني كل ما كانت يعني اوسع زويدر زرينغس او زمور رينوي هاف زويدر زرينغس ار كل ما المطر يكون اكتر كل ما الحلقات تكون اوسع. وعايدك تركز على حاجة في الجملة دي. هو قال لك بنحسب العمر. لكن قال لك احنا كونت بنعد الحلقات بقبلك ده كويس جدا عشان دي ملحوظة مهمة. ستة اربعة وسبتين. خمسة وسبتين. بيقول لك ايه اللي بيكون ماسك اكيد الجزء اللي هو اسمه طب سؤال تاني. لبنقول لك اه تريز نقاط سببورتس اماس اوف بدل دي كتب لك ليفز. من اللي ماسك اللي فز الاوراق اكيد الافرع يبقى برانشز. اكتب بقى انت كده الجمهتين دول. اتريز ترانك سببورتس برانشز. اتريز برانشز سببورت ليفز. وعشان ما يطلخبطش فيها ترجمها بمعنى ايه كلمة دي معناها انها مسكة يعني. فانت لما تقول اتريز اه ترانك سببورتس يعني الجزء الشجرة بيمسك الافرع. والافرع بتمسك الورق. ستة وسبتين. اخويا شغال في بانك مصز. الاوبرا برانش فرع الاوبرا. ايه هو اقوى جزء في الشجرة تماما اكيد الشجرة نفسها اللي هي الجزء اللي هي ترانك. اه وطبعا نتعرف اللي هي ورقة الشجرة ومعناها يغادر. اللي هي الثمرة والفكهة. ولما نقول يعني اللقاء مثمر وبارك اللي هو اللحاء. وطبعا بسرعة كده خليك فكر كلمة اللحاء دي اللي انها هنساها. اه طبعنا وستين. ايه اللي بيطلع في الشجرة وبيكون فيها من الداخل بزرق اكيد دي الثمرة اللي هي فروت. معلش ما ينفعش يلبس الشراب ده. الشراب ده مليان ثقاب مليان فتحات يعني. اه زي الجلد بالزبط. بيحمي الجزء الحي من الشجرة. اكيد ده مين? اكيد ده اللحاء. في الجملة دي عايزها تنتبهك لمنحوزها مهمة جدا جدا. ايه هي الملحوزها المهمة دي? ان الراجل ده في الجملة قال لك اه از لايك. ليه ما قال لكش عارف لو قال لك ده معناها ان هي فعلا جلد. طب زي ما اقول لك مسلا ايه انا اعمل كمعلم انت. انا بمثل وده انا فعلا معلم فعلا معلم عشان كده قلت لك ايه طب انت دخلت على واحد كده مش مختلف ان هو شغال في المهنة معينة فتقول يعني بعمل زي ما يكون هو مدرس ده معناها ان هو مش مدرس. وانت كده اثقت له. كده خلصنا السابعين جملة الموجودين على جزء الكلمات في الوحدة الاربعتاشر. اتمنى يعني زي ما بنبذل مجهود علشان خطرك حاول تعمل لايك للفيديو قبل ما تمشي. اتمنى ربنا يوفقك ويا ريت لو انت نزلت الفيديو قبل ما تسمع اصلا ترجع للفيديو وتعمله لايك لان اللايك ده هو اكتر حاجة بتنشر الفيديو على اليوتيوب. اه وما تنسانيش من بتاعتك شكرا جزيلا. وربنا يسر لكم الامور يا رب ويجعل الامور كلها بالنسبة لكم بسيطة جدا جدا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.